نهاردة الاهل يفوز على بيترو جاتبه هدفين دون رد هدف لمحمد مجدي أفشا في الديئة 8 من تصويب رائع من داخل منطقة الجزاء وتبع هدف لمحمد عبد المنعم في الشوت الثاني في الديئة 72 برقصية رائعة جدا رقصية من رقصيات المهاجمين الكبار اللي مش موجودين دلوقتي في الدورة المصري المهاجمين اللي بيعافوا لعوا براسهم محمد عبد المنعم المدافع العائد للاهل بعد غياب أكتر من شهر ونص يسجل هدف تاني يحسم المباراة بيترو جاتب كان عنده فرصة أنه يرجع للمباراة بضربة جزاء في الديئة 45 أهضرها مصطفى جابر بيترو جاتب لعب 15 دقيقة آخر 15 دقيقة أو 20 دقيقة بالكتير في الشوت الأول بشكل ممتاز جدا وضغط على النادي الأهلي وخد ضربة جزاء ولكن بقى المباراة ما كانش موجود بيترو جاتب سيطر الأهلي طولا وعرضا الفرص كانت للنادي الأهلي رغم أن الأداء الفردي للنادي الأهلي ما زال عليه الكثير من علامات الاستفهام بالنسبة لمعظم اللاعبين في مشكلة في الأداء الفردي آه في جزء يتحمل ضغط المباراة لكن هم نتكلم عن المهارات الأساسية الفردية معظم اللاعبين بعاد تماما عن مستواهم أكيد ريكاردو سوارش عنده مهمة كبيرة جدا زي ما قلت في المقدمة على المستوى الفردي لللاعبين أنه يرجعهم تاني لمستوياتهم الطبيعية عشان فيه لعيبة كتير في النادي الأهلي مستواها الطبيعي جيد بتتكلم في حسين الشحات في طهر محمد طهر بتتكلم في محمد شريف بتتكلم في صلاح محسن بتتكلم في أفشة بتتكلم في عمر السلية بتتكلم في محمد هاني كل اللاعبين دول مستواهم الأصلي مستوى جيد جدا الفكرة أنه فيهم كتير مش كلهم بعاد شويتين تلاتة عن مستواهم الفرد عشان كده عنده مهمة كبيرة أنه يرجعهم للمستوى الطبيعي ويتور كمان المستوى الطبيعي ده ما تدارش النهاردة تتكلم على أي أمور فنية في المباراة تقول أن ريكاردو سوارش النهاردة عملها النهاردة مباراة على الورق وحتى في أرض الملعب هنا مفروض مباراة سهلة ليه النادي الأهلي أنت بتتكلم أنه أكيد الكابتن سامي أمسان دي تشكلته أكيد الكابتن سامي أمسان النهاردة هو اللي كان حاطت كل حاجة في المباراة وطريقة اللعب بس كان فيه النهاردة كاشكول في إيد ريكاردو سوارش طول المباراة الكشكول ده اقول لحضراتكم ايه تفاصيله او ايه فكرته الراجل كاتب في الكشكول ده ارقام اللاعبين واسماء اللاعبين هو لسه محفظه احد هو عايز يشوف في الملعب كل لاعب وكل رقم لاعب ومركز اللاعب عشان يقدر يحط المميزات والعيوب لكل لاعب قدامهم لما يقعد في التمرينة اللي جاية في المحاضرة اللي جاية لسه بيتعرف على الفريق لسه بيشوف الفريق عشان كده بتقدرش تحكم طبعا 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 للنهارده ولا بكرة ولا بعده لسه شوية وبل ما تتكلم على بصمة الراجل لسه انا بقاله كم يوم يوم ايه 48 ساعة فالنهارده مباراة خارج تقييم طبعا خارج تقييم منها سورش بس في ملحوظة النهارده عجبتني واجبها لحضراتكم دلوقتي محمد شريف ضيع فرصة هدف محقق في الشوت التاني تنرفس جدا وتعصب جدا محمد شريف وسيب عليه جدا ان الفرصة ضعت والدايق قوي وتنرفس جدا وحس انه ما كانتش المفروضي ضيعها اهي دي الفرصة تمام كان واقف برا مين بقى حسام حسن ونازل محمد شريف هتلوه دلوقتي ما جاتش اللقطة عليه كان بياخد بعضه ويخرج وحسام حسن نازل الراجل بقى سورش برا اهو اهو محمد شريف خارج وبيقول له انزل يلا راح سورش والجهاز المعاون ناده له محمد شريف كمل وهنأجل التغيير حتة معنوية رائعة وزكية الراجل متعصب جدا محمد شريف وخارج كان هيسجل هدف قبل ما يخرج قاله لأ خليك في الملعب شوية كمان وقعد لك خمس دقيق كمان ارجع فيهم نفسيا لعله وعسى تنسى تنسى انك زعلت تنسى انك تضيقت حركة حلوة حركة حلوة من سورش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي حركة بتقول ان احنا قدام مدرب هيعرف يتعامل معنويا مع اللعبين بشكل كويس وبشكل محترم انا بحترم المدرب اللي بيعرف يتعامل معنويا مبدئيا يعني هتقول لي تاكيد احكمت عليه لأ دي الحتة المعنوية دي بس اكيد ما حكمتش عليه فنييا بس يبدو كده انه عايز يكسب اللعبين بشكل كويس عايز اتعامل مع اللعبين بشكل كويس النهاردة مع الهدف الاول بيسلم على كل اللعبين بيسلم عليهم بيسلم عليهم واحد واحد وو خارج من نوع بيسلم عليهم واحد واحد في حاجة كده تحسك النراجل ده زي البرتغاليين معظم البرتغالين بيعرفوا يتعاملوا نفسيا مع اللاعبين لقطة النهاردة بتاعت محمد شريف لما ضيع الفرصة دي ضيع فرصة مهمة جدا والراجل متنرفز وعمال يضرب على الأرض ومتعصب جدا ومتنرفز جدا وخارج من الملعب من هناك من عند الجول وحسام حسن نازل مكانه الراجل سوارش في نفس اللحظة بيغير قراره مؤقتا بيغير القرار مؤقتا قعد يا محمد يا شريف في الملعب استنى يا حسام حسن شوية محمد شريف بس يفوق يرجع تاني لموده بدلا ما يخرج زعلان بالفرصة دي خمس دقيقة مش هعملوا حاجة أو غالبا مش هعملوا حاجة ومعملوش حاجة بس يفرقوا مع نوان جدا تفاصيل ليه بحبها قوي في المدربين قوي قوي تفاصيل سوارة جدا ممكن حرارك وتفرج على المباراة متاخدش بالك بس تفرق مع اللاعب مع نوان قوي اللي أنا كمدرب مش من دقي منك وخرجتك أو قدام الناس محمد شريف لو خرج رغم أن الراجل وقت قراره أصلا قبل الفرصة دي أنه هيطلع محمد شريف ونازل حسام حسن بس لو شريف خرج دلوقتي الناس هتقول إيه دخل راجع عشان الفرصة اللي ضاعت دي فقاله لأ خليك بقى في الملعب عشان ما يقصرش عليه مع نوان ويستفيد منه في الفترات اللي جاية محمد شريف نفسه بقى بقاله فترة بعيد شوية عن مستوى بعيد كتير مهاجم أساسي للنادي الأهلي مهاجم كبير كان هداف السنة اللي فاتت بعيد بعيد وغريب محمد شريف بصراحة تلاقيه بقرات صعبة جدا بيسجلها وقرات في منتهى السهولة بيضيع بعيد بعيد شوية عن مستوى تاني المستوى ويبقى واحد من أهم المهاجمين في الكرة المصرية المهمة بالنسبة لنا أننا دلوقتي قدام مواجهة كبيرة تجمع الأهلي والزمالك في نهاية كأس مصر يوم 21 من الشهر الجاري شهر يوليو 21 يوليو يوم خميس هذه المباراة بين الأهلي والزمالك منافسة كبيرة جدا بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري الممتاز هذه بطولة بين الأهلي والزمالك منافسة طبعا قائمة بين الأهلي والزمالك على كأس مصر بتاع الموسم الحالي مباراة في كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي حسمت بين الأهلي والزمالك هتكون يوم 21 أكتوبر في الإمارات عشان الزمالك بطل الدوري والأهلي وصيف الكأس على الأقل يعني حتى لو الأهلي خسر كأس مصر هيلعب برضه السوبر المصري فده المواجهات الكبيرة بين الأهلي والزمالك الفترات الأوليلة اللي جاء همتكلم بخصوص ثلاث شهور تقريبا هيبقى فيهم مواجهات نارية ومنافسة على كل البطلات بين الأهلي والزمالك مباراة نتمناها رائعة جدا مباراة بصبغة برتغالية مع فريرة ومع سوارش مدرب النادي الأهلي ده بالنسبة لمواجهة الأهلي وبتروجيت اليوم بس عايزة أقول حاجة كمان نهاردة كابتن هيسم شعبان حسيت إنه دي إمكانياتي أنا مش هقدر أعمل أكتر من كده وبصراحة هي أكيد إمكانيات بتروجيت أقل من إمكانيات النادي الأهلي ولاعيب النادي الأهلي أكيد أكيد بس ما حسيتش بالمخاطرة أوي المخاطرة كلها كان 15-20 دقيقة ممكن ما تبقاش مشكلة الكابتن هيسم ممكن اللعيبة نفسها ما تقدرش تجال النادي الأهلي فترة طويلة بس بتروجيت النهاردة لو هاجم النادي الأهلي أو استمر في مواجمة النادي الأهلي كان ممكن يدايق النادي الأهلي وده حصل في نهاية أوروبا ساعة الأخيرة من نهاية الشغط الأول فكرة الجرأة آه أنا فريق درجة تانية موجود في الدرجة التانية بس أقدر وعندي وبين للملعب إن أنا أقدر هاجم النادي الأهلي وضيع فرص وأوصل لضرب الجزائق جزئية كمان في حاجات كده ربانية من عند ربنا بتتحقق في حياتنا كده وتتلاقي علامات كده عملة شابك محمد الشناوي حارس مرمى كبير رائع والحارس الأول في مصر الراجل اللي شال الأهلي كتير وشال منتخم مصر كتير تعرض لكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة ما بين هبوط في المستوى ما بين عدم تركيز كلام كتير يتقلع على محمد الشناوي وأنا قلت هنا ما ينفعش من خطأ تقتل على طول ويتقول أصل محمد الشناوي بقى 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 مركز وعايز يحترف لا يقض على الدكة شوية وحارس تاني اللي يلعب وعشان مباراة واتنين ما ينفعش ما ينفعش خالص فشو في أخي ربنا يبقى فيه ضربة جزاء مجانية مجانية من محمد هاني النهاردة عشان يتصدل ضربة جزاء ويزبط المباراة كان ممكن تهرب من الأهل كان قال المتقدم موحى السفر بيترجال كان ممكن يتعادل وكانت الأمور ممكن تتأذن فمحمد الشناوي يشيل ضربة جزاء بشكل رائع جداً النهاردة مكافأة مكافأة دي اللقطة لقطة محمد الشناوي أمام حضراتكم تصدي رائع ومميز لعيب كبير لعيب محترم شخصية نظيفة لاعب بيركز دايماً لاعب عائل دايماً لاعب بيحب شغله جداً لاعب محترم جداً محمد الشناوي النهاردة ربنا بيكافأه بالتصدي لضربة الجزاء دي بسرعة بسرعة عشان الضغط اللي عليه ينزل ويهبط بسرعة سبحان الله عشان هو بيحب شغله عشان هو راجل عنده ضمير في شغله عشان هو حتى أخطاءه اللي فادت دي ما تقدرش تقول إنه هرعونة أو دلع سوء حظ تمام ده فيما يخص مباراة الأهلي وبتروجيت النهاردة كانت مباراة زي ما قلت حراتكم مباراة شبه محسوبة للنادي الأهلي من قبل حتى ما تتلعب والأهلي والزمالك في نهاية كأس مصر عن الموسم الماضي موسم 2020-2021 يوم 21 يوليو الجاري راجل النهاردة كارلس سوارش بعد المباراة كابتن سامي أمسان أكيد هيبرك له يقول له مبروك وصلنا عفواً ريكاردو ريكاردو سوارش كابتن سامي أمسان هيقول له مبروك كسمنا النهاردة ووصلنا لنهاء كأس مصر فراجل هيرد عليه ويقول له الحمد لله إن احنا وصلنا لنهاء كأس مصر كابتن سامي أمسان هيقول له يلا نستعد بقى لمباراة دور الستاشر في كأس مصر وقدام مصر المقص تخيلين راجل عيهنج إزاي طبعاً يا راجل ما يعرفش احنا بنعمل إيه في بعضينا كاسين ودوري بيقعد سنة هو مش فاهم اللي بيحصل لكله فأنا النهاردة فرحام بقى كان مدرب بوصل لنهاء كاس مصر نستعد بقى للنهاء حد يقول له انت عندك مطش في دور الستاشر في كاس مصر ومن ده كان إيه لا ده بتاع السنة اللي فاتت الناس اللي بتجيرنا غريبة دي كده مفوط بقى بسرعة تتطبع بطبيعنا أي لعب كابتن سامي هيخدوا الخطة كده بس هلم الموضوع وهيتعايش معنا هو شكله راجل زكي وهي يعرف يتعايش معنا بحاجاتنا كده فكينا ما كنت تقول لكم دايما احنا عندنا حاجات واستبعضينا كده مختلفة عن الكون بس بنعرف نتعامل بيننا نتعايش بيننا نتعايش مع الوضع